اشتركوا في القناة المجلس المبارك المنعقد في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في مدارسة كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري بن الملقن رحمة الله عليه وهذا المجلس المتتابع في هذا الكتاب المبارك يحملنا على مزيد من كثرة صلاتنا وسلامنا على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس بذلك خير هذه الليلة وبركتها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم توقف بنا الحديث أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية في الخصائص الواجبات عند منتهى المسألة الثامنة وهي الحديث عن وجوب تغيير المنكر عليه صلى الله عليه وسلم وهي ثامن المسائل التي تم عندها الكلام ويبقى في هذا المجلس استكمال الحديث من المسألة التاسعة فما بعدها سائلين الله عز وجل الهدى والتوفيق والسداد والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معصرا عند اتساع المال المسألة التاسعة أي من الخصائص من النوع الأول من الواجبات أي مما يجب عليه صلى الله عليه وسلم وجوبا خاصا به دون أمته صلى الله عليه وسلم وهي كما قال المصنف رحمه الله كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معصرا أي غير قادر على سداد دينه عند اتساع المال أي إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم ساعة من المال فائض عن حاجة المسلمين فإنه يقضي دينه فهذان قيدان قضاء دين من مات إذا كان الميت معصرا وعند اتساع المال كما سيأتي في حديث المصنف وهذه المسألة المنعقدة في هذا السياق يريد بها المصنف رحمه الله أنها مما كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الآتي ذكره ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوحة قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته نعم هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه دليل المسألة وهو مخرج في الصحيحين أما لفظ البخاري في الصحيح فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه ومن ترك مالا فلورثته هذا لفظ البخاري ورواية مسلم أتم سياقا وأوضح تفصيلا وهي التي ساقها المصنف هنا في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الذي عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه يعني لحدث أنه ترك الميت الذي عليه دين ترك مالا يمكن وفاء دينه منه صلى عليه وإلا أي وإذا قيل له إن الميت لم يترك وفاء ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم هذا كان في أول الإسلام أيها الكرام قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته ظاهر هذا الحديث وجوب الوفاء عليه صلى الله عليه وسلم أي وفاء دين من مات ولم يسد دينه فإذا قيل إن هذا الحديث دل على وجوب القضاء على الميت سواء كان موسرا أو معسرا فمن أين خصصنا الدين الذي يقضى على المعسر دون المليء أو دون الموسر فالجواب أنه بما جاء القيد في رواية الإمام البخاري فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه وكذلك يؤيده ما ورد في رواية صدر رواية مسلم من امتناعه عن الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء هذا الحديث دليل المسألة في وجوب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم دين من مات من أصحابه ولم يقضي دينه وحكى الإمام وجها أنه لم يكن واجبا عليه بل كان يفعله تكرما وبه جزم الماوردي حكى إمام الحرمين وجها آخر عند الشافعية وهو أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم مدين من مات من أصحابه ولم يوفي بدينه لم يكن واجبا عليه بل كان تكرما يفعله عليه الصلاة والسلام إحسانا إلى أصحابه ولم يكن ذلك واجبا عليه هذا وجه عند الشافعية قال وبه جزم الماوردي هذا وجه يقول به بعض فقهاء الشافعية وإنما النص على فقهاء الشافعية دون غيرهم كما تعلمون لأجل أمرين الأول أن الكتاب لابن الملقن وهو شافعي المذهب رحمه الله والآخر ما تقدم في بداية مجالس هذا الكتاب أن أول من اعتنى بباب الخصائص النبوية وأفردها بالحديث فقهاء الشافعية تبعا للمزني صاحب الشافعي رحم الله الجميع ولهذا فإن الرويان في البحر وكذلك الماوردي كلاهما رجح القول بأن قضاء الدين لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم بل كان تكرما وتعقب ذلك إمام الحرمين بقوله وهذا غير سديد أي القول بعدم الوجوب ثم علل فقال فإن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وقوله حق وقوله ومن ترك دينا فعلي أي وجوبا لا يجوز تقدير خلافه ولا يمكن حمل هذا على الضمان المجهول فأما من أجاز ضمان المجهول لا يجوز هذا انتهى كلام إمام الحرمين لكن هذا القول هو وجه آخر عند الشافعية لأنه لو كان واجبا لو كان واجبا لأصبح واجبا على ولاة أمور المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم وحكام المسلمين لكان يجب عليهم ذلك أي قضاء دين من مات من المسلمين وعليه دين لم يوفي به وكان هذا واجبا على العلماء على الآئمة والأمراء والحكام لو قيل بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم والأقوى من حيث الدليل الذي رجحه المصنف رحمه الله هو القول بالوجوب لقوله من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه محمول على الإيجاب ولأنه وعد منه عليه الصلاة والسلام ووعده واجب كضمان غيره كما ذكره عدد من الفقهاء رحمة الله على الجميع وقال النووي في شرح مسلم كان يقضيه من مال المصالح وقيل من خالص ماله هذه مسألة تدد تبعا لما كان نبينا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يقضي دين من مات من المسلمين وعليه دين لم يوفي به فمن أي مال كان يقضي الدين أهو من ماله الخالص عليه الصلاة والسلام أو هو من مال المصالح والمقصود بمال المصالح أي المال الذي يكون في بيت مال المسلمين وهو المال الذي يخصص لقضاء المصالح وهو المتعلق بخمس الخمس في الغنيمة لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذه الخمسة هي خمس المغنم والواحد من هذه الأجزاء الخمسة هو سهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وللمسلمين أيضا سهم فكان هذا من خمس الخمس في الغنيمة والفي وأربعة أخماس الفي كما قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فهذا الذي يقصد به المصنف في قوله هل كان يقضيه من مال المصالح أي من سهم بيت مال المسلمين المخصص لقضاء مصالح المسلمين أو من خالص ماله وجهان يقول بهم العلماء ويترتب على ذلك خلاف فإن قلنا من خالص ماله كان هذا تبرعا منه وتكرما عليه الصلاة والسلام وإن قلنا من مال بيت المسلمين من بيت مال المسلمين فيكون هذا مما يجب على الأئمة فعله اقتداءا بإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح أي على القول الأول أن المال الذي كان يقضي منه الدين صلوات ربي وسلامه عليه كان من مال المصالح يعني من بيت مال المسلمين وبناء على ذلك فهل يجب على الآئمة من بعده فعل ذلك أيضا من بيت مال المسلمين نعم وعلى الأول هل يجب ذلك على الآئمة بعده من مال المصالح وجهان وقد جاء في رواية قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود أي هذه الرواية التي أشار إليها ضعيفة عزيزة الوجود أي لا يستقيم وجود سند ثابت لها يقام عليها الحكم فلذلك لم يعول عليها الفقهاء وقال الإمام بعد حكايتها وفي الإطلاق نظر لأن من استدان وبقي معصرا حتى مات لم يقض دينه من بيت المال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه قالت عائشة رضي الله عنها لأن أموت وعلي مئة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إلي أن أخلف مثلها من استدان وبقي معصرا حتى مات الكلام الآن على المعصر يعني الذي عاش حياته غير قادر على سداد دينه فهذا معصر من عاش كذلك حتى مات قال لم يقض دينه من بيت المال والسبب أن ذمته ليست مشغولة وأن الوجوب الذي في ذمته لم يعد مطالبا به فكيف يورث هذا الدين وتورث المطالبة به من بعده فيحال على بيت مال المسلمين قال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه هذا الذي يجعله بعض الفقهاء في عداد بعض الأحكام التي كمثل الصيام من مات وعليه صوم ثم انقضى رمضان وما استطاع بعده لسبب استمرار مرضه أن يقضي ما عليه فإنه لا يجب على ورثته شيء لأنه مات قبل التمكن ولم يجب عليه شيء ومن العلماء من فرق بين حق الله في العبادات وحق المخلوقين في الأموال وقضاء الديون واستدال هنا أو استأنس بأثر عائشة رضي الله عنها لأن أموت وعلي مئة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إلي أن أخلف مثلها يعني أن تلقى الله مدينة بمئة ألف هي أحب إليها من أن تلقى الله تمتلك هذا المال فتموت تركته ورثة أو إرثا لورثتها لما يتعلق بذلك من المسؤولية والحساب الذي لا يسلم منه إنسان وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإن ظلمه بالمطال فأعصر فمات ففيه احتمال والأولى أن لا يقضى فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله على مصالح الأحياء هذه مسألة أخرى فقهية تبعا لأصل المسألة وإن ظلمه أي المدين ظلم الدائن بالمطال يعني بالمماطلة وعدم سداد دينه فكان الدائن مستحقا للمال لكن المدينة مات مماطلا فأعسر يعني كان قادرا ثم تحول إلى معسر فلو عاملناه بأول حاليه وهي القدرة بالمماطلة لم يقضى عنه دينه وإن عاملناه بالإعصار قال ففيه احتمال والأولى أن لا يقضى فإن أوجبناه أي أوجبنا القضاء عنه فشرط ذلك اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء يعني في بيت مال المسلمين أن يكون زائدا عن حاجة الأحياء لأجل قضاء دين الأموات ووجه القضاء ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين وفي زوائد الروضة في باب قسم الصداقات عن صاحب البيان حكاية وجهين في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يقضى من سهم الغارمين؟ قال ولم يتبين الأصح منهما والأصح الأشهر لا يقضى منه قلت وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما نعم في تتمة هذه المسألة إن قيل بالقضاء عن من مات معسرا وكان مماطلا ثم غدا معسرا بشرط اتساع المال أن وجه القول بقضاء الدين عنه ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين وذكر النوويها هنا مسألة عن صاحب البيان الإمام الفقيه العمراني رحم الله الجميع أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يقضى من سهم الغارمين؟ سهم الغارمين أحد مصارف الصدقات كما تعلمون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمون هنا أصناف منهم من تحمل الدين لأجل قضاء المصالح ومنهم من تحملها لأجل الصلح بين فئتين أو طائفتين أو مسلمين فتحمل الغرامة أو الدين لأجل مصرحة أعظم ومصرحة كبرى عامة فمن تحمل الدين وغرم أصبح جائزا صرف الزكاة له فهل يعامل المدين الذي مات وعليه دين لحظ نفسه؟ لا لمصرحة غيري هل يعامل معاملة الغارم؟ فيكون من مصارف الزكاة التي إن فاضت فكانت في بيت المال تعود عليه من سهم الغارمين قال بعد أن ذكر صاحب البيان في المسألة وجهين لم يتبين له الأصح منهما والأصح الأشهر عدم قضاء ذلك منه وهو المحكي في مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع نعم ونقل أبو عبيد الإجماع عليه أي على عدم قضاء الدين عنه من سهم الغارمين وهي الدعوة توجب التوقف في إثبات الوجهين وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته أن الحي يحتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه وإلا فإنه لا يطالب به ولا حاجة له والزكاة إنما تعطى لمحتاج بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة نعم هذا استطراند لمسألة فقهية تتعلق بقضاء الدين عن المعسر الذي مات من سهم الغارمين وخلاف الفقهاء وابو عبيد العقاسم بن سلام قد نقل الإجماع على عدم قضائه من سهم الغارمين وفرقوا بين الحي والميت أن الحي مطالب بالسداد وأما الميت فقد أفضى إلى ربه وإن كان عاصيا لكنه لا يطالب به ولا حاجة له والزكاة أحد مقاصدها إغناء صاحبها لقضاء حاجاته أما الأداء عن الميت فلا يتعلق به شيء سوى براءة الذمة والتخفيف عنه في الآخرة وهذا ليس صريحا في مقابلة مقاصد الزكاة التي من أجلها شرعت مصاريفها يتعلق بهذه المسألة قبل الانتقال إلى المسألة التالية التي تعقبها ما يذكره بعض الفقهاء أنه لو لم يوجد من سهم الغارمين شيء إلا قليل لا يفي به الدين المتروك عن الميت أو لو يوجد إلا سوى قدر الدين فمقتضى كلام الفقهاء أنه لا يوفى به وكذلك لو مات مدينان معصران أحدهما لا وارث له إلا بيت المال فمقتضى كلام الفقهاء أنه يوفى دين الحي ويحتمل أيضا وفاء دين الميت على خلاف بينهم في تفصيل هذه المسائل وبالجملة فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فعلي قضاؤه فهذا إيجاب منه ووعد كريم منه عليه الصلاة والسلام على نفسه ولذلك عده الفقهاء في مسائل خصائصه الواجبة عليه صلوات الله وسلامه عليه المسألة العاشرة كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وذكر الرافعي بصيغة قيل وجزم به ابن القاص في تلخيصه لفظه فيه وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم قال هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة ثم ساقه بإسناده وفي أشد حاله يوم الخندق ثم ساقه بإسناده كما ذكرته عنه في كتابي المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه كتاب الإمام بن الملقن رحمه الله المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الذي خرج فيه أحاديث كتاب الإمام أبي القاسم الرافعي من أجل كتب تخريج أحاديث الفقهاء وابن الملقن قد أودع فيه من دقائق التخريج والاستقصاء ما كان مرجعا جليلا ولهذا حق له أن يقول رحمه الله وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه فلا يستغنى عنه طالب علم ينظر في أحاديث الفقهاء المتداولة ليجد فيها التخريج الوافية الشافية في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير هذه المسألة العاشرة يا كرام أنه كان يجب على نبينا صلى الله عليه وسلم وجوبا خاصا به كما نحن في كتاب الخصائص إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة الكلمة واضحة المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر في تلبيته لربه امتنانا وحمدا وثناء واعترافا بالفضل ثم تعويلا على عيش كريم يرتجى في الآخرة لبيك إن العيش أي العيش الحق الذي ينعم به المرء ويجد به منتهى السعادة التي لا شقاء بعدها هو عيش الآخرة أما عيش الدنيا فمهما اتسع وأوتي الإنسان فيه ألوان المطائب والسعادة والمتعة فيبقى قاصرا مهما كان ممتدا ويبقى منغصا مهما كان منعما لكن العيش الخالص الصافي بالنعيم هو عيش الآخرة هذا معنى العبارة ووجه الوجوب هنا أو اختصاصه أنهم رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام في موضع أو اثنين كان إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة لكن قال هذه كلمة صدرت منه في أنعم حاله يوم حجه بعرفة ثم ساقه بإسناده وفي أشد حاله يوم الخندق أيضا ثم ساقه بإسناده والذي ذكره المصنف هنا مختصرا نقلا عن ابن القاص وهو الفقيه الشافعي في كتابه التلخيص نقله البيهقي الإمام في السنن موسعا قال باب كان إذا رأى شيئا يعجبه روى البيهقي بإسناده من طريق الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال وهذا مرسل عن مجاهد كما ترى أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى إذا كان يوم والناس يصرف يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة قال البيهقي هذا مرسل قد روي موصولا مختصرا عن عكرمة عن ابن عباس وهو يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم قال إنما الخير خير الآخرة ثم قال الحاكم صحيح ولم يخرجاه وما رواه سعيد بن منصور أيضا في سننه عن عكرمة قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وهو بعرفة فقال لبيك اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة اسمع ماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم معلقا على هذه الروايات قال هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حالة يوم حج عرفة يوم الحج بعرفة وفي أشد حالة يوم الخندق وستأتي الرواية المتعلقة بيوم الخندق وقد استدل على ذلك البيهقي بما روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار وروي أيضا من حديث أنس فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر ولهذا قال الشافعي إن الكلمة حفظت عنه عليه الصلاة والسلام في أنعم حال يوم عرفة والناس ينصرفون في نفرهم إلى مزدرفة وإنما كان أنعم حال لأن المقام كان مقام تضرع ودعاء والتجاء وانشراح صدر وفتوح وفضل وإنعام يعيش به الحجيج في ذلك الصعيد يوم عرفات منتهى الشعور باللذة والنعيم ونبينا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى من ذلك المقام الأسنى وأما أشد حال في يوم الخندق وقد اجتمع عليهم برد وحرب وجوع وعمل مرهق شاق شديد فشق عليه عليه الصلاة والسلام مرأة أصحابه وهم يحملون التراب على أكتافهم والخوف من حولهم وحيط بهم فقال تلك الكلمة في أشد حال هذا موجز كلام المصنف ومعناه قال كان يجب عليه أن يقول عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة قال الحافظ بن حجر رحمه الله ليس في ذلك ما يدل على الوجوب وهذا كلام دقيق ليس في الرواية شيء يدل على أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم من يقول ذلك غاية ما في الأمر اتفاق كلمته عليه الصلاة والسلام تلك في هذا المقام سواء قلنا يوم عرف أو قلنا يوم الخندق ولهذا يقول العلامة الخيضري رحمه الله تعالى معلقا على ذلك ليس في هذا الذي ذكرناه ما يدل على الوجوب وعن القفال قال لم يكن مخصوصا بهذا أي بل هو مستحب كما دل عليه تقريره وحكايته مع أن الرافعية والنووية صرحا تبعا للشافعي باستحباب قول ذلك للمحرم إذا رأى ما يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وفي القول بوجوبه نظر والسبب في ذلك أننا نحتاج لو قلنا بالوجوب إلى أن نجد دليلا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم تلك العبارة في كل مقام يرى فيه ما يعجبه لكن ذلك لم ينقل لأننا تحققنا من مواقف وأحوال كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما يعجبه ويسره كمثل يوم بدر والنصر العظيم يوم الفرقان ويوم فتح مكة وغير ذلك من المواطن الشريفة التي كان قد ابتهج وسر فيها عليه الصلاة والسلام ولو كان واجبا عليه لقال في تلك المواضع لبيك إن العيش عيش الآخرة فإذا قيل بلى يحتمل أنه قال لكنه لم ينقل ذلك أو قاله سرا فيقال غالب أحواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام كانت متضمنة للسرور ولا يخفى مثل ذلك على أصحابه ومن يلازمه وهم ينقلون أدق من ذلك يتعلق بهذه المسألة أيضاً وقد انتهى فيها كلام مصنف إلى هذا القدر أنه لا بد أن لا تقيد المسألة بحال الإعجاب هو قال هنا إذا رأى شيئاً يعجبه ثم ساق عبارة الشافعي أنه قاله في أنعم حاله وأشد حاله فكيف يقال أشد حاله ونقول كان يرى ما يعجبه تأول ذلك بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما رأى من أصحابه يوم الخندق وإن كان مظهراً في ظاهره شيء من المشقة والشدة لكنه انشرح صدره لما رآهم قد نشطوا لامتثال أمره والاستعداد للقاء العدو والذب عن حياظ الشريعة والذود عن حمى الدين كان هذا المظهر رآه عليه الصلاة والسلام فانشرح صدره فيستقيم أن يقال إن الموقف أيضاً يوم عرفة عفواً يوم الخندق كان أيضاً فيه ما يعجبه عليه الصلاة والسلام لكن يمكن أن يقال حتى في حال الضيق والشدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقال إن الكلمة تصلح للحالين لحال الإعجاب وحال التعب والشدة والضيق أيضاً ويقال أيضاً إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك هاهنا وهاهنا ويوم الخندق اليوم العظيم الذي وصفه الله بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون ولا يخفى عليكم أن الإعجاب المقصود هنا هو الإعجاب الأخروي يعني أعجبه عليه الصلاة والسلام ما رأى من نعيم الطاعة ولذة العبادة وكثرة الداخلين في دين الله وظهور الدين وانتصار الإسلام فهذا المقصود بالإعجاب وليس إعجاب للمرء بدنياه التي تأتي وتذهب وتغدو وتروح والله أعلم المسألة الحادية عشرة كان عليه أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها قاله الماوردي وقد تقدم في المسألة الرابعة مثله عن حكاية الإمام وذكره العراقي في شرح المهذب أيضا مسألة لم يتطرق إليها عدد من من كتب في الخصائص كالرافعي والنووي رحمهم الله جميعا لكن الإمام الماوردي رحمه الله أوردها في كتاب الخصائص أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها والسؤال هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤدي الصلاة المفروضة كاملة لا خلل فيها ولا نقص أكان يؤديها وجوبا عليه أم كمال حال منه عليه الصلاة والسلام هذا الذي جعل عدد من الفقهاء لا يريدون المسألة قال وقد تقدم في المسألة الرابعة يعني عند الحديث عن وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت في هذه المسائل في صدرها تقدمت حكاية عن الإمام هناك لما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن النافلة هناك ليست تكميلا لأجر الفريضة لأن أجرها كامل عنده صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن في أدائه للفرائض نقص ولا خلل وإنما كان نافلة هناك بمعنى زيادة أجر وثواب وهو عليه الصلاة والسلام يؤدي الفرض كاملا لا خلل فيه لكن إيراد ذلك في الوجاء في الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم فيه نظر وقال بعض الفقهاء وجه القول بوجوب ذلك ظاهر فإن الخلل الذي يحصل في الصلاة إنما يحصل من تلاعب الشيطان ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم عنه بخلاف غيره وذلك يلتحق بسائر عباداته وليست الصلاة خاصة إذ لا فرق بينها وبين غيرها من العبادات التي كان يؤديها نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه والله أعلم المسألة الثانية عشرة كان يلزمه كل تطوع يبتدئ به حكاه البغوي عن بعضهم وسيأتي من زعه في المسألة الخامسة من النوع الثاني إتمام كل تطوع يبتدئ به عليه الصلاة والسلام كان واجبا هذه مسألة هي في عداد المسائل هنا الثانية عشرة يقول كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ عبادة تطوعا واجب عليه أن يتمها وسيأتي من زعه في المسألة الخامسة من النوع الثاني يعني في المستحبات وهناك ذكر مسألة لبس لأمة الحرب التي كان لا ينزعها حتى يقاتل عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكرها هناك في المحرمات لم يذكر الرافعي والنوي هذه المسألة أيضا في الخصائص وذكرها بن الملقن هنا نقلا عن ابن القاصر كما ترى وسكت ولم يعقب عليها بشيء وفي دعوى هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام نظر لا يثبت أيها الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يلتزم إتمام كل تطوع يبتدئ به وإذا وجدنا دليلا يثبت خلاف ذلك سقطت أعدادها من الخصائص روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء؟ قال فإني صائم قالت فخرج عليه الصلاة والسلام فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث قال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر قالت يا رسول الله أهدي لنا حيس قال أرينيه فقد أصبحت صائما فأكل وروا الدار قطني أيضا والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها ذات يوم قال أعندك شيء؟ قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم وقال البيهقي والدار قطني إسناده صحيح هذه الأحاديث صريحة في الدلالة على عدم وجوب إتمام التطوع عليه صلى الله عليه وسلم كما ذهب إلى ذلك الشافعي أحمد وهو مذهبهما في حكم المكلفين أن المتطوع أمير نفسه إن شاء أمضى تطوعه وإن شاء قطعه ولا شيء عليه ويرى مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع أن المتطوع إذا ابتدأ عبادة وجب عليه إتمامها فلو أفطر في صيام التطوع لزمه القضاء واستدل لذلك بأدلة منها حديث الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها إشارة إلى قوة شأنها رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضي يوما آخر مكانه لكن الحديث فيه ضعف وللمحدثين فيه كلام وقد أخرج من ذلك الحديث البيهقي في السنن الكبرى وغيره من العلماء المحدثين فها هنا نقاش عند الفقهاء ليس هذا موضع بسط الخلاف فيه لكن المسألة معقودة في شأنه عليه الصلاة والسلام وقد سمعت من الدليل ما لا يستقيم معه إثبات المسألة في تعداد الواجبات الخصائص عليه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة عشرة عد بن القاص أمورا أخرى ومنه نقلتها منها أن يدفع بالتي هي أحسن نعم ختم هذا القسم من النوع الأول في الواجبات بمسائل منقولة تباعا عن الإمام بن القاص الفقه الشافعي ذكرها في الخصائص وابن الملقين هنا أوردها بعبارات مختصرة لم يتطرق إلى تفاصيلها قال عد بن القاص أمورا أخرى ومنه نقلتها منها أن يدفع بالتي هي أحسن قال الله تبارك وتعالى آمر النبي عليه الصلاة والسلام ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم قال المفسرون أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بسلوك هذه الطريقة العظيمة معاملة الناس بالجميل مع فعلهم القبيح قال ابن عباس رضي الله عنهما ادفع بحلمك جهل من جهل عليك وقال عطاء ومجاهد هو السلام على من يعاديه إذا لقيه فالأمر هاهنا لنبينا عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للندب والاستحباب فإذا قلنا للوجوب فهو بالنسبة إلى هذه الأمة محكم باق مستمر عليه صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة إلى الكفار من موادعتهم وترك التعرض عليهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بآية القتال كما ذكر غير واحد من آئمة التفسير هذا معنى قوله أن يدفع بالتي هي أحسن أي هي معاملة الناس بالجميل مع فعلهم القبيح كما تقدم المسألة الثالثة عشرة عد بن القاص أمور أخرى ومنه نقلتها منها أن يدفع بالتي هي أحسن ومنها أنه كلف من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم هذا أيضا مما ذكر ابن القاص في المسائل التي نقلها عنه ابن الملقين هنا قال كلف صلى الله عليه وسلم وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم استدلوا لذلك فيما بواب له ابن القاص بقوله باب فضل علمه على علم غيره أخرج الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم والذي يظهر من توجيه دلالة الحديث فيما ادعاه ابن القاص أن الله كلف كلف نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دينه الذي شرع وهو العلم الذي جاء به الوحي إما بخطاب أو إلهام ما فرطنا في الكتاب من شيء والله قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا العلم الذي أوتيه حصل له فالأمر في هذا المعنى أن الله لما أعطاه فضل العلم ومكانته التي شرب منها حتى رأى الري يجري في أظفاره عليه الصلاة والسلام يعني امتلاؤه من علم الشريعة بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه فهذا الوجه الذي لو أردنا التكلف للقول بأن هذا كان من الواجبات وإلا فلك أن تعد هذا من الفضائل والمناقب التي لم يجب في ذمته أو لم يتعلق في ذمته من الوجوب صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى شيء وعطف ذلك على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فهو ما فتح الله به على يديه في خلافته وما أتي من علم الشريعة وسداد الرأي وموافقة الوحي في كثير من المواضع وما حصل فيه لبلاد الإسلام من فتوح وعز وانتشار ودخول الناس في دين الله أفواجة وغير ذلك من المعاني الذي ذكرها العلماء في تفضيل عمر رضي الله عنه بهذه المنقبة خصوصية له من بين باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومنها أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة هذه المسألة قبل الأخير فيما نقلها ابن القاص هنا رحمه الله ونقلها عنه ابن الملقن هنا في هذا السياق أنه كان عليه الصلاة والسلام يغان على قلبه يغان من الغين والحديث الذي رواه الصحابي الجليل الأغر المزني رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة كما هو لفظ مسلم في الصحيح يقول القاضي عياض المراد بالغين يغان من الغين والغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر منه وهذا من كمالات الأنبياء الكرام عليهم السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك أعلاهم درجة وأسماهم منقبة صلى الله عليه وسلم جميعا وهذا معنى إنه يغان على قلبي فأستغفر الله وليس المعنى هنا من الغين وقوع الذنب وحاشاه عليه الصلاة والسلام بل قالوا إن الغين والغيم من باب واحد في المعنى كما أن الغيم ما يحجب ضوء الشمس عن من تحتها فالغين كذلك يحجب القلب عن أنوار المكاشفة ومعاني الاستصال بذكر الله سبحانه وتعالى وليست هي الغفلة أو الذنوب أو الوقوع فيما يغضب الله جل جلاله هذا معنى الغين فوجه الوجوب هنا في التعداد في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه أن يستغفر الله فحملوا الاستغفار على الوجوب عند وجود هذا الغين وجزم بذلك البيهقي في السنن فقال باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم مئة مرة هذه التغطية كما قلنا فترات أو غفلات عن الذكر فإذا فتر عنه أو قيل شيء يعتر القلب مما يقع من حديث النفس وقيل هو السكينة تغشى القلب والاستغفار يظهر العبودية والشكر لما أولى الله سبحانه وتعالى فهذا من حيث خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يقع ذلك على وجه الوجوب لأنه ألزم نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام ولا يستشكل يا كرام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع منه الاستغفار من غير الغين وهو كان دائما لاستغفار كثير الذكر ولا يلزم من ذلك كثرة الخطايا كيف وقد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإنما كان استغفاره كما يقول كبار العلماء والفقهاء ومن تعرض للحديث هو من باب شدة اجتهاد الأنبياء في العبادة عليهم السلام لما أعطاهم الله من عظيم المعرفة فهم دائبون في شكره معترفون بفضله يبوؤون بالتقصير في حق ربهم جل جلاله وهذا من كمالاتهم كما قلت ومحصل هذا أن الاستغفار من التقصير إنما كان للاشتغال بالمباحات من أكل أو شرب أو نوم وراحة والنظر في مصالح الناس وكانوا يرون ذلك شيئا مما ينبغي أن يزاد في حق ذكرهم لربهم ومنهم من قال بل كان ذلك تشريعا للأمم أن يكون أكثر استغفارا لربهم سبحانه وتعالى ووجوه أخرى تعد في هذا السياق من المحامد التي جعل الله تعالى فيها مقام النبيين الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومنها أنه يؤخذ عن الدنيا ومنها أنه يؤخذ عن الدنيا وهذا الاقتصار في العبارة هنا في نقل ابن الملقن عن ابن القاص أورث قصورا في المعنى فكان اقتصارا أورث قصورا أخلى بالمعنى والذي ذكره ابن القاص هنا المعنى التالي كان صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلق الوحي يعني ما يغشاه من الوحي كان يغيب فيه عليه الصلاة والسلام عن عالم الدنيا لانشغاله بالوحي الذي يأتيه به جبريل عليه السلام كان يؤخذ عن الدنيا عند تلق الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها هذا وجه الوجوب وهو وجيه لأن المكلفين في الأمة إذا أصاب بعضهم ما يخرج به عن التكليف والوعي وإدراك ما حوله سقط عنه التكليف فالمغمى عليه لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه الصيام وليس مؤاخذا بما حصل وقت الإغماء يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ عن الدنيا عند تلق الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها هذا الذي ذكره ابن القاص تبعه عليه البيهقي ولم يذكره الرافعي ولا النووي كما قلنا قال ابن القاص من خصائصه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عند تلقي الوحي عن الدنيا ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها وهذا المعنى استدل له البيهقي بما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال الملك وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا وفي حديث عبادة بن الصامت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه ومن حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة صوف وعليه أثر الخلوق فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر تعالى أي سرك أن تنظر عليه وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم قال عمر رضي الله عنه تعالى أي سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم قال فرفع طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط وأحسبه قال كغطيط البكري فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة إلى آخر الحديث فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند تلقي الوحي ينتقل من حاله المعروفة إلى حالة تستلزم الاستغراق والغيبة عن الحال الدنيوية حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك قال شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله هي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي فهذا أيضا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام ليس تلقي الوحي بل المراد ما كان يتعلق به عليه الصلاة والسلام من المطالبة بالأحكام فلا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها انتهى هنا القسم الأول من الواجبات المتعلقة بغير النكاح ليكون في القسم التالي الواجبات في النكاح عليه صلى الله عليه وسلم جملة القسم الأول الذي انتهينا منه الليلة ثلاثة عشرة مسألة سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علنا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وتب علينا يا حي يا قيوم واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استديموا ليلتكم بما استفتحتموه من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن تنالوا البركات وتغتنموا من الخيرات والدرجات ورفيع المقامات في الدنيا وفي الآخرة ما هو من كرم ربنا سبحانه وتعالى إكراما لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين